موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة مع المشهد اليمني موسيقى في قلب العاصمة صنعاء نظمت حركة نسائم الحرية ووجود النسائية وقفة احتجاجية تنديدا بالوضع المعيشي الذي وصل به حال الكثير من الأسر جراء الانتهاكات التي تقوم بها ميليشيات الحوثي لحقوق الإنسان وتجاوز الحريات والاعتقالات التعسفية في صفوف أهل المدينة والمطاردات وسياسات الاقتصادية التي اتخذتها الميليشيات وزادت من نسب الفقر والبطالة وخاصة مع دخول شهر رمضان المبارك وطالبت المحتجات بتخفيض الأسعار التي ارتفعت إلى الضعف وعدم مقدرة كثير من الأسر على مواجهات غلى المعيشة وقد زاد ذلك في الفترة الأخيرة وارتفعت الأصوات الملددة بجرائم الحوثي وصالح ضد المدنيين أوضاع الإنسانية يعيشها سكان العاصمة اليمنية صنعا جراء الانتهاكات التي ترتكبها ميليشيات الحوثي وصالح ضد المدنيين من حصار ونعدام المشتقات النفطية عن قطاع الكهرباء وارتفاع الأسعار وزيادة نسبة الفقر استقبل الناس رمضان هذا العام في ظل أوضاع اقتصادية صعبة للغاية هناك حصار مطبق عليها من خلال نفاذ الوقود نفاذ المشتقات النفطية التي ربما تعيشها العاصمة صنعا منذ عام لكن هذه الأيام ازدادت بفعلا هذه القفضة الحديدية التي تمارسها الميليشيات بحق الأيد العاملة وبحق أيضا من كانوا يستطيعون إدخال هذه المواد ربما أيضا هناك مأسات الكهرباء التي لا تستطيع أن تصل إلى العاصمة صنعا كل هذه العوامل تسببت فيها ميليشيات الحوثي ووصلت الناس إلى هذا الحال يدخلون هذا الشهر الكريم بعكس العوامل الماضية يعيشون حالة مأساوية صعبة وحالة إنسانية ربما هي الأسوأ في تاريخ اليمنيين في العاصمة صنعا وفي قلب العاصمة صنعا نظمت نسام الحرية وجود وقفة احتجاجية تنديدا بالوضع المعيشي مع دخول شهر رمضان المبارك المحتجات من النسوة عبرنا عن سوء الظروف المعيشية والمعاناة التي يعيشها أهل المدينة التي زادت مع سيطرة الميليشيات المسلحة على العاصمة منذ سبتمبر 2014 أطالبنا المحتجات بتخفيض الأسعار التي ارتفعت للضاف وعدم مقدرة كثير من الأسر على مواجهة غلاء المعيشة هذه الأوضاع تتزايد من يوم إلى آخر من ميليشيات الحوثي ويعملها باستمرار سواء من أجل أوضاع اقتصادية من أجل أوضاع مأساوية يريدوا خنق العباد والبلاد لا لهم عهد ولا ذمة فيريدوا بهذا حتى تدمير النسيج الاجتماعي اليمني بشكل عام النسوة المشاركات خرجنا بعد أن ضاق حالهن وحال أسرهن من تصرفات ميليشيات الحوثي وصالح التي حولت العاصمة إلى مدينة شبيهة بمدن الأسباح في ظل سياسة اقتصادية اتخذتها الميليشيات فاقمت بين الوضع المعيشي والإنساني عبدالفتاغ اللاب لبرنامج المشهد اليمني مارب نرحب أيها الأخوة بضيفنا في استوديو البرنامج أجل أستاذ عزة مصطفى المحلل السياسي الذي يشاركنا الحديث في حلقة هذا المساء مرحبا بك أستاذ عزة أهلا وسهلا تقريرنا من صنعاء وصنعاء هي ما زالت عاصمة علي عبدالله الصالح والحوثيون أيضا الحوثيين أيضا ما زالوا هذه المدينة يعني هذه الحل المأساوية الآن لمدينة ما زالت قبضتهم عليها شديدة كيف كنا نفهمها يعني إذا كان نساء في الشوارع في الطرقات الآن بهذا الشكل وهذه المعاناة الآن إذن كيف يمكن أن نفهم تعامل هؤلاء مع المواطن اليمني في حياة العام وخاصة الله في رمضان في عهد علي عبدالله صالح كانت اليمن مصنفة حسب تقارير دولية كثيرة أنها دولة هشة وكانت تقارير كثيرة حتى إلى ما قبل 2011 كانت تقارير كثيرة تقول أنها على شفى الانهيار في عهد علي عبدالله صالح لأنها كانت محكومة عبر أصابات مجموعة من العسكريين الآن أضيف إليهم مجموعة من قطع الطرق اللي هي جماعة الحوثي نهبوا خلال عام واحد تقريبا أربعة مليار دولار من البنك المركزي كل الاحتياطي من النقد الأجنبي لم يتبقى في البنك المركزي سوى المليار دولار اللي هو الوديعات السعودية في البنك المركزي فقط أربعة مليار كل الاحتياط النقد الأجنبي في اليمن يعني تم نهبه إضافة إلى الآن بيعملوا على طباعة كثير من العملة المحلية دون غطاء مزورة يعني بلع بلا رسيط تقريبا بدون غطاء تزوير يعني في الأخير فهذا ضاعف إلى الآن الدولار يعني العملة اليمنية 310 ريال لمقابل الدولار بعد أن كان 210 تقريبا فالوضع الإنساني الآن صعب جدا كثير من اليمنيين أيضا يعملون بالأجر اليومي الآن هؤلاء عام كامل ملائين من العاملين بدون أي عائدات تعينهم الوضع ليس في صنعه فقط لكن كل المحافظات التي تحت سيطرة هذه العصابة في الحديدة مثلا الآن في مدينة ساحلية شديدة الحرارة إلى الآن يتلاعبون بقيمة المازوت ويتاجرون بالسوق السوداء بوقود محطات الكهرباء فيما المدينة منذ عام بدون كهرباء ويدخل الآن شهر رمضان المبارك في ظل ويصادف هذا العام في عز الصيف والناس بدون كهرباء ولا حتى دقيقة في اليوم منذ عام تقريبا حالة مأساوية شديدة بينما هؤلاء مجموعة عصابة يعني يحاولون جمع أكبر قدر من المنهوبات على حساب معاناة الناس يتاجرون بمعاناة الناس ومن ثم ربما يبحثون عن حال سياسي يجنبهم من الملاحقة أبقى في صورة نفسها يعني صورة هؤلاء النسوة هؤلاء العوائل والأسر في رمضان الطرق وفي يعني ينادينا ويعني يناشدنا حقيقة كل من لديه أو فيه ضمير إنساني يمرض هنا يعني أين دور طبعا نعرف هنا قيمة الصوت النسائي في اليمن ماذا يعني صرخة المرأة ماذا تعني في مجتمع قبل نعم في المجتمع القبل ومجتمع اليمن هنا هذه الصرخات يعني ليه ممكن أن تؤثر يعني في اليمن المواطن ليهب فعلا لينقاذ هؤلاء النسوة هذه الأسرة الحقيقة التي الآن تقتل بشكل بطيء جدا في مدينة هي ما زال المخروع أيضا هو باقم فيها الآن ويمارس فيها أنظمتها الأمنية والسياسية وبطشة يعني كيف رفع صحيح عموما الاعتبارات القبلية غير محسوبة لدى هذه العصابة أولا قبل أسبوعين تقريبا خرجوا عدد النسوة المعتقل ذوهم في سجون الميليشيات وأحرقوا قصوا ضفائرهن وأحرقوهن أمام عدسات الكاميرات ولم تهتز شعرها بالعكس الآن يتم الاعتداء على هؤلاء النساء في الشوارع عند أي اعتصام هناك اعتصامات أمام مكتب النائب العام طبعا الجهاز القضائي أفرق من الداخل الآن عينوا مجموعة أيضا من المنتمين لهذه العصابة في السلك القضائي لا قضاء في البلد يعني قضاء عصابات هذا العيب الأسود الذي في العرف القبل اليمني العيب الأسود عندما يتم الاعتداء على نسوة في معتصمات في الشهر العام يطالبنا بحقوق معينة أو أن تخرج بامرأة كان صوت المرأة يوقف حروب ليس في مجتمع مثل اليمن في مجتمعات كثيرة لكن الآن تخرج النساء ويحرقنا يقصصنا يقصصنا ضفائرنا ويحرق في الشارع العام ولا تهتز لهذه العصابة أي أدنى مشاعر ارتكبوا كل الانتهاكات الذي يعد في العرف القبل اليمني عيب أسود ويصنف مرتكبه بناء على ذلك بأن لا يتم التعامل معهم مطلقا يعني ينبذ قبليا تماما في بعض المحافظات وكثيرا في الحديدة في صنعة تمت عدامات في غرف النوم يعني نعم لأسر يقتحموا عليهم بيوتهم فقط لأنهم قالوا لا أو رفضوا بعض أئمة المساجد أن يسلموا مساجدهم لمجموعة من خطباء المساجد التابعين للميليشيا وتم اقتحم منازلهم ووعدهم داخل أمام ذويهم مش اعتقالة اعدام في مشهد مروع أمام الناس كل ما يمكن وصفه من انتهاكات ربما ارتكبت بشكل لا يمكن أن يتصوره عقل خلال العام الماضي هذه أسوأ عام مر في حياة اليمنيين في ظل سيطرة هذه العصابة على مدن في اليمن أستاذناك معي ضيفي من مأربل أن ينضم إلينا من مأربل أستاذ خليل المليكي وصحفي وناشط اجتماعي مرحبا بك معنا أستاذ خليل في حلقة الليلة من المشهد اليمني يعني خلينا نسألك في الأول كيف يؤدي المسلمون عباداتهم في رمضان الآن في المدن نعلم أن هناك تدخل حقيقة في المساجد تدخل في الخطاب تدخل في يعني مطالبة الأئمة أو تغيير الأئمة في المساجد كيف الوضع الآن في المحافظات التي سيطر عليها الحوثيون طبعا نعرف المأرب تقريبا خارج السيطرة إلى حد ما لكن في المناطق التي لهم عليها سيطرة نعم أخي هذا ما يحدث في صنعاء صنعاء أصبحت بعد أن دخلتها المجيشيات في سبتمبر 2014 تحولت صنعاء إلى مدينة أشباح الحوثيون بدأوا باقتحام المؤسسات الدولة ثم بعد ذلك اقتحموا المؤسسات الخيرية والاجتماعية ثم بعد ذلك اقتحموا مساجد وفرضوا أئمة من من ينتسبون إليهم أو يكونون قريبين منهم وبعد ذلك في رمضان هذا العام انتهاكات صارخة منعوا الناس من أداء صلاة التراويح المساجد التي كانت تكتظ بالمصلين وبالناس أصبحت شبه فارغة لا يدخلوا أحد خوف من الميليشيات أن تقتحم هذه المساجد من قام برفع مكبر الصوت أخذوه وسجنوه كما حدث في صنعاء يوم أمس أخذوا أئمة المساجد بأنه قام برفع مكبر الصوت وإلى الآن وذهب المصلون بعد ذلك المطابة بإطلاقه ولم يستجب لهم أحد وعدهم بأن يخرجوه وإلى الآن لم يخرج هذا ما يحدث في صنعاء أصبحت صنعاء مدينة أشباح رمضان في صنعاء أفقدت الروحانية فيه كنا في صنعاء نذهب إلى الجوامع نلتقي مع الزملاء يلتقي الناس في المساجد الأسر العوائل كل الناس يلتقون في الجوامع أصبح الجامع مقر التقاء ومقر روحانية ومقر عبادة لكن الميليشيات أفقدت جو رمضان أفقدت الناس هذا الجو الروحاني وهذا الجو الأخوي والاجتماعي كذلك أضف إلى ذلك الحالة المعيشية التي يعيشها الناس في صنعاء جراء الحصار التي تعيشه صنعاء حصارا مطبقا وإن كانت بيد الميليشيات يدخل الناس إليه واخرجون لكن في الواقع الناس لا يجدون أشياء تجعلهم يعيشون رمضان كما عاشوا في الأعوام الماضية هذا ما يجب في صنع بالنسبة لمعرب بالنسبة لمعرب كيف هي؟ في رمضان معرب في رمضان مدينة مكتظة بالناس مدينة أصبحت مدينة جميلة جدا أصبح الناس يتوافدون إليها من كل مكان الجوامع والمساجد مليئة بالمصلين الأجواء الروحانية كبيرة جدا كذلك الأسعار معقولة وكل شيء في مارب أصبح جميلا لأن قيادة التحالف والشرعية متواجدة فيها بشكل كبير مدينة مارب أصبحت مدينة للشرعية ومدينة للأحرار ومدينة للذين فروا نازحين من بطش الإنقلابيين من بطش ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح أصبحت يعني ملتقى لكل الأحرار ملتقى لكل الرجال هذه هي مدينة مارب اليوم نعم ماذا عن بيحان شبوة كان هناك أزمة في مستشفيات بيحان وكان هناك انتشار للأوبياء خلال الأسبوع الماضية هل من معالجات جديدة حول هذا الوباء طبعا بيحان مدينة منكوبة كما أعلنتها كما أعلنها مدير مكتب الصحة في المحافظة مدينة بيحان مدينة منكوبة الأسواق لا يستطيع الناس أن يذهب إلى الأسواق لأن الميليشيات تقوم بقصف تلك الأسواق التي يتواجدون فيها حمى الظرك ما زالت موجودة لا توجد أي معالجات لهذه المدينة أو لهذه الأوبياء لأن الميليشيات ما زالت تسيطر على المدينة وتقصفها ليلة نهار المواطنين لا يستطيعون أن يذهبوا إلى المستشفيات المستشفيات معطلة بعض المستشفيات التي نعرفها وقد حررها يعني حررت من قبل قيادة التعالف والجيش الوطني ذهبنا إلى بعض تلك المستوصفات والمراكس الصحية دمرت بالكامل لا يوجد فيها أي شيء تقوم به أو يقوم بالمختصون هناك لمعالجة الناس ومعالجة تلك الأوبياء في هذه المدينة فمدينة ويحان أصبحت مدينة منكوبة كما يقول مكتب الصحة في المحافظة نعم كيف نشاط الحكومة الشرعية خلال الأيام الماضية بعدما انتقلت إلى عدن تضحت أولويات الحكومة الشرعية الآن في حركاتها يبدو أنها عازمة على الآن إدارة شؤون البلد من عدن وبدأ تطبيع الأوضاع الأمنية خاصة والتنموية المتعلقة بحياة الناس اليومية الكهرباء المياه والصحة والتعليم كانت هناك تصريحات لدكتور أحمد بن دغر متعلقة بهذا رغم بعض الصعوبات المالية نعرف أن بعض الأنشطة التي هي الإيرادية للدولة ما زالت تحت سيطرة الجماعة الإنقلابية لكن يبدو أن العودة الآن في هذا التوقيت رسالة واضحة أن الحكومة ستدير البلد وربما نشهد أعتقدنا في توقع أن أيضا السياسة النقدية تبدأ للحكومة أن تسحب قليلا من سيطرة الميليشيا على السياسة النقدية في اليمن لإنقاذ ما تبقى لأن إذا انهارت سياسة النقدية ستشمل كل أنحاء اليمن ليست فقط المحافظات لأنها سياسة نقدية واحدة ليست فقط المحافظات التي تحت سيطرة الميليشيات لكن حتى ما تمارسوا الميليشيا في صنع باعتبار اليمن دولة مركزية بسيطة تنعكس أيضا على معاناة على الناس في المناطق المحررة أريد أن نعلق أيضا على ما يحدث على الأوبئة التي منتشرة في بيحان هذه أزمة كبيرة نحن نعرف حمى الضمن الضنك منتشرة أيضا في الحديدة ومناطق أخرى حارة هذا وباء يفتك بالناس ويجب أن يمد يد العون بشكل عاجل من منظمات بالذات من منظمات الأمم المتحدة إلى الآن لم نسمع أن منظمة من منظمات الأمم المتحدة سواء قدمت مساعدات إلى بيحان أو حتى إلى تعز أو فكت المعابر في تعز في بيحان كل ما قدم حتى الآن هو يعني مبادرة شعبية من مجلس أبناء بيحان والمهندس المصعب برئاسته أو بمساعدات أخرى لكن الأمم المتحدة غائبة عن كل المشهد الإنساني حتى في الكويت الآن رغم أن المشاورات في الكويت يظل المشهد الإنساني ينتهك غير مطروح حتى في الحوار غير مطروح في الحوار وبالعكس هناك استفزازات متكررة يعني في بيحان في اليوم أيضا الجزء تعز حقيقة المشهد اليمني من ضيفنا في بادب انتقل الساد خليل ساد خليل يعني كيف كيف تعز هناك تحركة هناك انتصارات حقيقة المقاومة الجيش أيضا الشرعي هناك يعني قصف أيضا على المدينة ما زال مستمرا من الانقلابيين كيف الأخبار اليوم عن جزئية المشهد التعزوي يعني نعم تعز تعاني وضعا إنسانيا كارثيا بسبب قصف ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح لهذه المدينة التي تكتظ بالمدنيين طبيعة الميليشيات أنها حينما تنهزم أمام رجال المقاومة والجيش الوطني تقوم بقصف الأحياء السكنية التي قامت المقاومة والجيش الوطني بتحريرها فهم ينهزمون أمامهم ثم يقوم بعد ذلك لقصف الأحياء السكنية اليوم قاموا بقصف الأحياء السكنية في المطار القديم وفي بعض الأحياء السكنية داخل المدينة وأصيبوا يعني اليوم يقارب شهدين وإصابت أكثر من 15 آخر من المدنيين الميليشيات يعني تمنع كذلك الأدوية من دخول هذه المدينة وتنهبها بعد ذلك وتقوم بيعها في السوق السوداء هذا ما يحصل في تعز الوضع في تعز وضعا كارثيا من الناحية الإنسانية وكذلك من الناحية الصحية وكذلك من الناحية الغذائية ونحن في خاصة في هذا الشهر الفضيل لكن هناك مبادرة إنسانية تقوم بمساعدة هؤلاء الناس المدنيين وهذه المبادرات من أبناء المدينة أنفسهم رجال أعمال وكذلك ناس عاديون لا يمتلكون إلا رواتبهم التي هي من وظائفهم فيقتسمون شيئا من هذا الراتب أو مما تجد بأنفسهم لهؤلاء الأطفال أو لهؤلاء المدنيين هذا هو الوضع اليوم في تعز كارثي وضعا كارثيا للغاية وخاصة أن ميليشيات الحوثي تنتقم انتقاما كبيرا ليس من رجال المقاومة أو الجيش الشعبي بل من المدنيين حينما تفشل أمام المقاومة والجيش الوطني تقوم بقصف هؤلاء الأطفال والمدنيين هل هناك انتصارات للجيش الشرعي والمقاومة اليوم على مداخل تعز الجيش الشرعي تقدم في بعض الأحياء في حي الزنوج سيطر على مواقع الميليشيات كذلك في حي ثعبات وغيرها من الأحياء السكنية تقدم تقدما كبيرا ملحوظا وهذا يدل على أن العزيمة موجودة في الجيش الوطني وكذلك في المقاومة الشعبية وأن أبناء تعز مهما تحاصرهم الظروف ومهما تمر من المتاعب إلا أنهم سينتصرون وسيقاومون هذه الميليشيات ميليشيات الإنقلاب المخلوع صالح وكذلك ميليشيات الحوثي نعم بقية الحقيقة المحافظات سيدة عزة في الحديدة في صعدة نفسها كيف الوضع فيها الآن لديكم علومات عنها تستطيعون تصلوا إليها من حيث الأخبار ومتابعات كيف تحرك كان هناك مجلس مقاومة تشكل في صعدة في فترة الفترات إلى أي مدى تفاعل هذا صعب الآن يتحرك أعتقد أن مجلس المقاومة في صعدة وفي صنعة حتى وفي محافظة صنعة إلا مع تقدم عسكري من قبل الجيش الوطني والمقاومة من جبهة نهم وصرواح والجوف باتجاه هذه المحافظات ما لم فإن قبضة هذه الميليشيات الآن تجاوزت الاعتقالات إلى العدامات كما قلنا تعدم الناس أمام بيوتهم في باب بيوتهم فالمقاومة الآن محصورة وضيقة حتى في الحديدة كانت هناك عمليات كر وفر لكن مع سطوة هذه الميليشيات والانتهاكات التي قامت بها الإعدامات التي قامت بها ضد عناصر من المقاومة بدأت تقفط الآن يبدو حتى الهدنة التي أعلنت أثرت على المقاومة هناك التزام من طرف واحد يبدو من طرف واحد وهذا عطى مساحة للميليشيات للتحرك وارتكاب المزيد من الانتهاكات تجب أن نعرف أولاً أن الحرب القائمة ليست حرب بين طرف وطرف هناك حرب بين طرف والشارع اليمني لأن السهداف هذا نعرفه من خلال السهداف من الذي يموت في تعز مثلاً يموت المدنيين صحيح هناك حرب ضد الناس ضد المواطنين ضد المدنيين من قبل عصابة لا يمكن أن نفسرها أنها حرب بين طرفين متكافئين لا أخلاقياً ولا بأي اعتبارات ولا وطنياً ولا بأي اعتبارات شئت لأن الذي يموت في الصفة المقابل هم المدنيين غالبيتهم من المدنيين نعم انتهت حلقة اليوم من المشهد اليمني شكراً جزيلاً لك أشكراً لك أيضاً شكراً لضيفي هنا في سيد البرنامج لأستاذ عزة مصطفى محل سياسي وشكراً جزيلاً أيضاً لضيفنا من مأربل أستاذ خليل المليكي صحفي وناشط اجتماعي شكراً جزيلاً لك أستاذ خليل كنا قد تحدثنا الليلة عن زاوية معينة في المشهد اليمني حلقة أخرى إن شاء الله نلتقيكم فيها لأيضاً نرسد المشهد اليمني من زاوية أخرى تحية لكم من فريق البرنامج في أمان الله ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة